طيب بمناسبة فيروس كورونا ولسه الناس كل يوم بتتابع ان فيه تطوير جديد او بنسمع عن اخبار كتيرة جدا تتعلق بهذا الفيروس في روسيا كشف تقرير لمعهد ابحاث الانفلونزا الروسي انه سجل لأول مرة اصابة قطة بالسلالة المتشرة من فيروس كورونا في روسيا الحقيقة احنا دايما كنا بنسمع انه بيقولك انه الحيوانات عموما بالكلاب او القطط هي ما بتنقلش العدوى او ما بتاخدش العدوى لكن الحقيقة دي ابحاث عملها علماء المعهد على قطة منزلية ودي اول دراسة وراسية روسية للفيروس على هذه القطة قالوا انها مصابة بالفيروس وانها عانت من ارتفاع في درجة الحرارة وكان عندها فقدان للشهية بعد ما قام الفريق الطبي بعمل مسحات كورونا للقطة اتأكد انها مصابة بالفيروس فعلا علماء المعهد قالوا ان هذه القطة حالتها مستقرة جدا في الوقت الحالي وانها حالة فريدة جدا لانه حالات الاصابة بالفيروس كورونا ما بين حلواء يعني اي حيوان اليف هي ندرة قوي المعهد كمان قال ان اصحاب الحيوانات هم المصدر الوحيد للعدوى يعني صحبتها او صحابها هم اللي اكيد نقلولها العدوى مش العكس يعني الحيوان ما بينقلش العدوى لكن اكيد هو اتعدى من الشخص اللي بيربيه او من الشخص اللي بيقتنيه في البيت فعشان كده احنا بنقول انه الحيوانات الاليفة حتى الان بيؤكد العلماء انها بريئة من نقل العدوى فيروس كورونا ترجمة نانسي قنقر